موصل وهل في الموصل كسر لا يجبر؟ لطالما أنها موصل توصل فؤاد العراقي في قلوب شعبه ويحدث أن تتبغدد عراقيا بالفخر والإنجاز يحدث أيضا في كتب التاريخ ماضيا وحاضرا أن تسجل على صفحة العراق أن مخترع أجهزة تثبيت الكسور هو عراقي الوصل والوجدان والأصل والعرفان هو اللواء الطبيب مظفر بطرس حبوش والاسم أكبر بحجم البلاد وما مرت أيام الموصل وبغداد والأرض كل الأرض بتاريخ الأجداد بزغ نور الطبيب مظفر بولدته عام 1937 لينهي دراسته الأولية في الموصل موصري مسيحي كلداني كان والده مدير الترجمة في وزارة الدفاع أنذاك وأنت حين تشاهد تقريرا تلفزيونيا قد تحتاج لوثائقي أكثر مدة لأن الوقت لا يتسع لذكر سيرة حافلة بالرتب والإنجازات فاللواء الطبيب حبوش تخرج من جامعة بغداد فخر الجامعات عام 1961 برتبة ملازم أول اسم وعلم معروف في وحدة الميدان الطبية في السليمانية وأربيل وتشهد أربيل لحبوش ما تشهد لغيره من عراقيين أوائل في النجاحات زميل كلية الجراحين الملكية عام 1968 والحاصل من إنجلترا على شهادة الماجستير باختصاص جراحة العظام والمفاصل والكسور الطبيب الحي النابض بالفخر حور طائرة سمتية كإسعاف طوارئ في منطقة H3 العسكرية زام لكلية الجراحين الأمريكية أدار وحدة طوارئ مستشفى الرشيد العسكري عنوين لا تنتهي من العلم يتوارث العراقيون جيلا بعد جيل سيرة العلماء فهم من لحمهم ودمهم كيف لا وقد سجل الطبيب حبوش اختراع جهاز التثبيت الخارجي القيثارة طور أجهزة الأطراف جبيرة الرشيد في الإخلاء والسلم والحرب عمل الصفائح المعدنية الخاصة لتثبيت العظام فيجزى اللواء الطبيب مظفر حبوش بوسام الاستحقاق العالي ووسامين مثلهما من كلية القوة الجوية في أمريكا نهيك عن وسام الرافدين من النوع العسكري من الدرجة الثالثة يشهد العالم بأبرز أطباء المعمورة في بريطانيا من أصل عراقي وهذا حديث يجيب به الطبيب الألماني روسلر عندما عولج الطبيب مظفر بعملية جراحية بعد إصابته أثناء حرب الخليج الأولى فقال لديكم في العراق من يقوم بالعلاج بدلا عن حضور المرضى إلى ألمانيا إذن تقف شهادات العلم والخبرة والعبقرية أمام أسماء كبيرة في القدر مثل اللواء الطبيب مظفر حبوش حقبة تاريخ حافلة وكأن حبوش هو الشعار الأبدي اليوم أمام نجاحات عراقية لا توقفها الخسارات اشتركوا في القناة